اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القانون الخاص القانون العام والقانون المختلف او انتلاقا من التقسيم الاخر الذي يمكننا ان نقول عنه قانون وطني او قانون دولي القانون العام اولا يمكننا ان نتحدث عن القانون العام وانتلاقا من التقسيم الاخرارات 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 او العلاقات التي تكون مكون من السلطات العمومية والأفراد وانتلاقا من التقسيم الاخرارات 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 وعندما ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها و الأفراد أيضاً طرفاً فيها Contrairement aux droits privés qui défendent l'intérêt des personnes privées القانون الخاص ينظم حماية المصالح الخاصة للأفراد عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للقانون العام Le droit public défend l'intérêt général المصالح العام Il comprend plusieurs domaines Dans le قانون العام يتضمنون مجالات متعددة Plusieurs domaines comme le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal, le droit international etc ساقتصروا من خلال هذه الحصة على كل من القانون الدستوري والقانون الإداري ساقتصروا من خلال هذه الحصة على كل من القانون العام التي تنظم ماذا؟ تنظم الإدارة وعمل الإدارة أو الدولة بصفة عامة وعندما نقول الدولة بمكوناتها الحكومة, le gouvernement, البرلمان, le parlement, القضاء أو السلطان القضائية La juridiction C'est lui qui veille à la séparation des pouvoirs وعندما نقول السلطات هناك ثلاث سلطات وهي السلطة الشريعية le pouvoir législatif السلطة التنفيدي le pouvoir exécutif والسلطة القضائية le pouvoir juridicier وأيضا يصحروا هذا القانون أي القانون الدستوري على استقلاليتهم leur indépendance C'est ce droit qui fixe les règles des scrutins qui permettent aux citoyens de participer aux différents votes organisés La séparation des pouvoirs consiste à ne pas donner toute la fonction ou bien les fonctions d'un État à une seule entité إذن القانون الدستوري يسهروا على مبدأ السلطة على مبدأ الفصل بين السلطات la séparation des pouvoirs بمعنى إعطاء كل سلطة وظيفة معينة السلطة القضائية السلطة التنفيدي والسلطة الشريعية pouvoir législatif pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire Ce principe disting généralement les pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires respectivement confiés au parlement الحكومة البرلمان au gouvernement et au juridiction القضاء l'administration et son activité يجب على الإدارة أو مشروعية أي إجراء إداري ولما لا يمكنهم أيضا إلغاؤه إذا لاحظوا معه لأن عندما نتحدث عن القانون الدستوري قلنا على أن المبدأ الأساسي في القانون الدستوري يعمل على الفصل بين السلطات مبدأ الفصل بين السلطات الآن ونحن في إطار القانون الإداري نتحدث عن مبدأ الأساسي وهو التحقق من مشروعية الإجراءات الإدارية Le droit administratif est la branche du droit qui traite les droits et les obligations de l'administration إذن القانون الإداري وفرع من فروع القانون العام الذي يهم أو يتناول حقوق وواجبات الإدارة ainsi que l'organisation et du fonctionnement des organismes publics qui ne révèlent pas du pouvoir législatif ou de l'autorité judiciaire أكيد أننا سبقنا وأننا نشرنا على أن مبدأ الفصل بين السلطات يعمل على أن كل سلطة تقوم بوضائفها أو الوضائف المختصة بها القانون الإداري نفس شيء يهم فقط سلطة معينة أو جهاز معين لو هو الجهاز الإداري فلا ينبغي أن تمتد سلطاته إلى السلطات الشريعية أو السلطات القضائية أو ننتقل الآن بعد أن تحدثنا بعجالة عن كل من القانون الدستوري والقانون الإداري باتبارهما فروع للقانون العام ننتقل الآن إلى القانون الخاص les particuliers mais aussi aux personnes morales إذن المحلوات 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 عن الأشخاص المعنوية الجمعيات المحلوات 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 بين الأشخاص المحلوات الأسر المحلوات 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 الإدراب, صلاحيات صاحب العمل طرد الأجير إلى غير ذلك من القواعد القانونية التي تنطم علاقة كل من الأجير والمشغيل دائما في إطار قواعد القانون الخاص أو الفرع جديد من فروع القانون الخاص هناك القانون الجنائي le droit pénal le droit pénal touche les rapports qu'entretiennent les particuliers envers la société ينطمو هذا القانون علاقة الفرد بالمجتمع ce droit définit les infractions et les peines encourues il sanctionne les comportements dangereux et apporte une réponse qui représente la réaction de la société face à de tels actes cette réponse prend le plus souvent la forme d'une sanction pénale adaptée إنه يعاقب إذن هذا القانون يعاقب السلوك الخطير الذي يقوم به أو قد يقوم به الأفراد داخل المجتمع ويوفر إجابة هذه الإجابة تتمثل في رد الفعل للمجتمع لمثل هذه الأفعال وهو يتمثل في كل من قواعد التجريم الجرائم والعقوبات les infractions les contraventions يُحْدِدُوا للمجتمع يُحْدِدُوا للمجتمع يُحْدِدُوا للمجتمع يُحْدِدُوا للمجتمع الاجتماعي appelé sanction penal وهو ما يسمى الجزاء الجنائي أو العقاب les personnes qui comènt une infraction est appelée un délacan الشخص الذي يقوم بارتكاب جريمة على فعل مجرم يسمى الجاني pour qu'un comportement puisse être qualifié d'infraction pénale من أجل اعتبار فعل معين جريمة il est nécessaire que 3 conditions soient rayonnées إذن لابد من تواجد أو توفر 3 شروط أساسية qui soit considérée comme tell par un texte de loi إذن وجود نص مكتوب في القانون ينص على ذلك الفعل et c'est de là qu'on peut parler du principe de la légalité مبدأ المشروعية أو مبدأ الشرعية وجود نص مكتوب في القانون ينص على ذلك الفعل كشارت التالي كشارت المشروعية 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 يعني شارت المشروعية أن يكون ذلك الفعل المشروعية لا هو ما يكفي من الإدراك و الإراد المشروعية بشكل عام معنى القواعد العامة المتعلقة بجميع الجرائم في حين أن القانون الجنائي الخاص يحتوي على القواعد التي تنطبق على كل جريمة أو التي تخص كل جريمة على حدة كفرع من فروع القانون الخاص أيضا يمكن الحديث عن القانون التجاري فهي وهي حسنا إضاف الانجاري يتعلق الانجار بين الطجار أو بين الطجار وزبنائي يرغل مانت الانشطة التجارية او القانون التجاري يساقل أيضا او نان المرسان يفعل او تطور دعوان او نانشطة التجارية او القانون التجاري يساقل أيضا على بعض الأشخاص التي لا يمكننا أن يعتبرهم تجار بمعنى لا يمارسون انشطة التجارة بصفة معتادة ولكن بشكل عارضي او بشكل عارض الانشطة التجارية الانشطة التجارية يساقل أيضا الانشطة التجارية لتجارية او القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص التي تنظمو الانشطة التجاري الانشطة التجاري في المقابل هناك المعيار الشخصي وهو الذي ينظم علاقة الشخص الذي هو التاجر او الذي يمكننا اعتباره التاجر اذا اليوم من خلال هذه الحصة اعزائي الطلبة وطالبات حاولنا ان نقدم فقط بعض الامتلة عن كل من فروع القانون العام وفروع القانون الخاص بدءا بالقانون العام عندما تحدثنا عن القانون الدستوري والقانون الاداري والقانون الخاص انطلاقا من القانون الام او القانون العام الا وهو القانون المدني القانون التجاري القانون الاجتماعي كامتلة فقط سأضع لكم من خلال المنصة ان شاء الله جميع ما يتعلق بهذه الفروع جميع المصطلحات التي قد تفيدكم لاحقا في تكوين رصيدكم العلمي اذا سننتقل ان شاء الله في حصة لاحقة تتمة لهذا المحور مع التمييز بين كل من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص وايضا بعض الامتلة عن فروع القانون الدولي اذا دمتم في رعاية الله وشكرا لكم